هو شريط فيديو يظهر انفجار سيارة مفخخة أمس في العاصمة الأوكرانية كيافا قتل بداخلها صحفي معروف كان يقودها بافل شريميتو صحفي من بيلاروسيا يحمل الجنسية الروسية كان يعمل في أوكرانيا وهو أحد الشخصيات الرئيسية في المشهد الإعلامي الأوكراني عاش منذ سنوات في أوكرانيا وعمل للموقع الإلكتروني أوكرانسكا برافادا كما كان يقدم برنامجا صباحيا عبر إذاعة فيستي وقال قبل مقتلها أنا هنا تحت شكل مستمر البعض يعتقد أنني عميل في خدمة الأمن الاتحادية لروسيا ولهذا لا أدري ما سيحدث غدا وفي كل يوم نسافر فيه إلى موسكو وكأنني على حقل ألغام كل مرة أتوقع نوعا من الاستفزاز أو المشاكل وكان الرئيس الأوكراني بيترو بورتشينكو وصف مقتل هذا الصحفي بالمأساة الرهيبة وتوعد بمعاقبة المدنيين وقال بيبدو لي أن الهدف الوحيد هو زعزعة الأوضاع في البلاد ومن الممكن أن ذلك قد سبق أحداث أخرى وكانت السلطة الأوكرانية سرحت أمسي أن انفجار السيارة وقع باستخدام عبوة يدوية الصنعة ربما تم التحكم بها عن بعد أو مزودة بجهاز توقيت شكرا